مرحب بكم متابعين قناة بسكوتة اليوتيوب من كل أرحاء العالم النهاردة الفيديو عن إتيكاة حضور الأفراح الفيديو ده مهم جداً لأن فيه نصايح لأناقة المظهر والإسلوب في الأفراح والمناسبات فيه خطوات مهمة لابد أن احنا نتبعها إذا كان فيه مناسبة حضور فرح أول حاجة إن احنا يجينا دعوة يعني ما ينفعش نروح فرح أو نروح أي مناسبة أو أي عزومة بدون دعوة ونركز إن الدعوة إن كانت لشخص واحد أو للزوج والزوجة أو للأسرة كاملة لأن لو الدعوة كانت لشخص أو لشخصين ما ينفعش تروح الأسرة بحالها بالأولاد ده غلط كبير جداً وحاجة مرفوضة جداً وهتبقى المقابلة مش لطيفة لأن الأفراح دلوقتي مكلفة جداً وكل شخص بيروح زيادة بيكلف أصحاب الفرح فوق طائدهم فإحنا لازم ننتبه وكمان لأن الأفراح بتبقى معمولة بالعدد الكراسي بالعدد والضيافة بالعدد فإحنا لابد نلتزم باللي موجود في الدعوة ثاني حاجة شكل الملابس هنختار ملابس أنيقة ومحتشمة بعيدة عن العري بعيدة عن الملابس الغير مناسبة أو المبالغ فيها كذلك الميكوب يكون حاجة كده هادياة محترمة لأن البساطة كلها أناقة ثالث حاجة إن إحنا هناخد معنا هدية مناسبة للعروسين أو ممكن إن إحنا بعد ما تعد المناسبة والاحتفال بعد كام يوم لما يسمحوننا بزيارة العروسين إن إحنا ممكن نروح لهم بهدية لأدوات لمطبخ أو حاجة لأساس البيت ولو الفرح دوت إحنا يعني قريبين جدا من أصحابه فالمفروض إن إحنا نحضر الفرح بالكامل ونقعد ونستمتع بالوقت مع الضيوف ونسلم على الضيوف ونرحب بيهم برضو نتعرف عليهم كمان إن إحنا نقوم لتهنئة العروسين ونتمنى لهم السعادة ونتصرف بأدب وهدوء طول الحفل واحترام عدم الحركة الكتيرة في القاعة أثناء الحفل استخدام الموبايل في حدود ونحترم خصوصية الأسرتين أهل العريس وأهل العروسة ما ينفعش إن كنت تتصوري ناس مش عايزين يتصورهم ويعني الموبايل بصراحة بيبقى يعني منظر مش لطيف فإحنا يكون عندنا الشياكة شوية في التصرف نتجنب الوشواشة والنقد والتعليقات السلبية على على الضيافة الموجودة في الحفل وعلى الدكور وعلى تنظيم الحفلة بل العكس هو المطلوب إن إحنا نشيد بجمال الحفلة وبجمال الصهرة وبجمال العروسة والعريس والضيافة المحترمة حتى لو كانت يعني الحفلة مش على المستوى المطلوب الكلمة اللطيفة اللي انتو هتقولوها دي بتسعد اهل العروسين وتسعد العروسة والعريس وكل واحد بيعمل قدر استطاعته تجنب التدخين داخل القاعة تجنب الحركة الكتيرة والصوت العالي عشان يكون مظهرنا انيق في الحفل كده الفيديو خلص إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك و اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد شكرا لكم في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة